الأهل الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزاتي طالبات الصف السابع في أكاديمية أطفال الرمز النموذجية درسنا لهذا اليوم إن شاء الله بعنوان مخارج الحروف ونخص بها بهذا الدرس مخرج حافتي اللسان عزيزاتي الطالبات هذا هنا الجدوى المهم جدا جدا لمخرج اللسان ونقول لها مواضع مخرج اللسان أو مواضع مخارج اللسان أنتنا تعرفون أن مخارج الحروف خمسة مخارج الحروف الشفتان اللسان الحلق الجوف والخيشوم مرة معا كنا ذلك في الصف الخامس والصف السادس نحن الآن في هذا الصف السابع نختص بمخرج واحد وهو اللسان لللسان عدة مواضع يعني اللسان مقسم إلى عدة مواضع إلى أربع إلى أربع مواضع أقصى اللسان هو أبعد منطقة باللسان قريبا من الحلق يعني آخر مكان باللسان وأبعد مكان وسط اللسان بالوسط وحافتا اللسان لنفترض أن هنا هذا اللسان هنا آخر اللسان هنا أقصى اللسان هنا وسط اللسان وهنا هذه المنطقة وهذه المنطقة هي حافة اللسان هنا حافة وهنا حافة إذن هنا حافة اللسان وهنا حافة نقول عن الحافة الجهة البعيدة أقصى حافة اللسان أو أبعد منطقة بحافة اللسان وهنا الحافة القريبة أقرب نقطة يعني إلينا وهي أدنى حافة اللسان وكذلك هذه المنطقة أقصى حافة اللسان وأدنى حافة اللسان مرة ما كنا في الفصل الأول كما قلت حروف أقصى اللسان أبعد منطقة اللسان هي القاف والكاف هنا اللسان حروف التي تخرج من أقصى هنا منطقة أقصى اللسان هو القاف والكاف هنا الكاف وهنا القاف أبعد منها أخذنا في أيضا فصل أول الحروف الجيم والشين والياء وجمعناها بكلمة جيش هي حروف وسط اللسان هنا هنا الوسط وهي ثلاثة حروف جمعناها بكلمة جيش درسنا الآن الجديد وهو حروف حافة اللسان هنا هذا اللسان عزيزاتي الطالبات هذا اللسان كما قلت هذا اللسان هنا حافة وهنا حافة هذه الملونة هي حافة اللسان يخرج من حافة اللسان حافة اللسان وهنا حافة اللسان أيضا يخرج منها حرفان حرف الضاد وحرف اللام وهنا أيضا حرف الضاد وحرف اللام وجمعت بكلمة ضل وجمعت بكلمة ماذا؟ ضل طيب هنا كما قلت هذا الشكل مهم جدا لحفظه وفهمه أيضا طيب لنستمع ونلاحظ هذه الآيات وننتبه عند نطقنا لحرفي الضاد واللام بالإضافة لمواضع مخارج لسان السابقة وحروفها دعونا نقرأ الآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لاحظوا للمثال الثاني أفنضرب عنكم الذكر أفنضأ لاحظ الهواء يريد أن يخرج من حافتي اللسان من حافتي اللسان نأتي الآن إلى المثال الثالث وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضُ حافة اللسان وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلْرَحْمَانِ ضَرَبَ لِلْرَحْمَانِ حرفان ليس بصعب حفظهما حروف حافتي اللسان نأتي الآن لنلخص ما قلناه عزيزات الطالبات حافتان اللسان هم جانباه فلللسان حافتان يمنى ويسرى ويخرج منهما حرفا هنا هذا التعريف نقوم بحفظه حرفا حافة اللسان حرف الضاد ويخرج من أقصى حافتين اللسان أو أحدهما مع الأدراس العليا لنرسم ذلك هذا اللسان هذه حافة وهذه حافة كما قلت في البداية أن هذه المنطقة البعيدة من الحافة تسمى أقصى حافة اللسان وأيضا هذه نفس المنطقة نفس الشيء هنا المنطقة القريبة والمنطقة القريبة هنا تسمى أدنى حافة اللسان أدنى حافة اللسان طيب إذن الضاد يخرج من هنا من هذه المنطقة ومن هذه المنطقة من أقصى حافة اللسان أو من أحدهما مع الأدراس العليا الأدراس يعني طواحين لاحظم لاحظ لاحظ أقصى حافة اللسان مع الأدراس يتطابق نأتي الآن إلى حرف اللام الحرف الثاني وهو حرف اللام يخرج من أدنى لاحظي من أدنى حافتي اللسان هنا أدنى حافتي اللسان اليسرى واليمنى واليسرى أو أحدهما وما يحاذيهما من اللثة دعونا نطبق نقول الل الل لاحظي اللثة اللسان يقترب من اللثة عند النطق بحرف الل بتعرفوا أنتوا لكي نتعرف على مخرج أي حرف يجب أن نسكنه لهذا السبب قلنا أي حرف بدي أعرف مخرجه بدي أسكنه ماشي لكن يفترق الضاد عن اللام بأن الضاد اللام من أدنى حافة اللسان والضاد أقصى حافة اللسان إذن هنا الضاد وهنا اللام المنطقة القريبة هذه الرسم أيضا توضح لكنا أكثر هذه هنا هذه هنا الحافة وهنا حافة لكن هنا حافة تسمى أقصى وهنا حافة تسمى أقصى يعني أبعد هنا الحافة القريبة وهنا الحافة القريبة ونسميها أدنى الحافة وهنا أدنى حافة اللسان طيب الآن عزيزات الطالبات المطلوب مننا الاستماع إلى الآيات التي أرفقتها بهذا الدرس على الجروب الخاص بكم أوردت تسجيلا كاملا للآيات علينا التدرب عليها وملاحظة مخرج الحافة اللسان وتطبيقه حبيباتي نلتقي إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر